في ذيل قائمة التصنيف العالمي هذا هو المكان الذي اختير لجواز السفر العراقي في آخر تصنيف دولي مختص يصدر دوريا ليظهر مدى قوة وثائق السفر حول العالم في التصنيف الأخير الذي عدته شركة الاستشارات العالمية هينلي وشركاؤها للربع الرابع من العام الحالي حل جواز العراق كأسوأ جوازات السفر العربية لتتفوق سوريا عليه في هذا الجانب ووفق للتصنيف الأخير فإن جواز السفر العراقي يتيح لمواطنيه إمكانية الدخول لتسعة وعشرين بلدا فقط من دون تأشيرة مسبقة يضع التصنيف الجديد لجوازات السفر حول العالم العراق في المركز الثامن بعد المئة أي إنه يقع ما قبل الأخير عالميا ويعتمد مؤشر هينلي باسبورت على بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا ويصنف مائة وتسعة وتسعين جواز سفر حول العالم يتم تحديث قوتها في الوقت الفعلي على مدار الحام موازاة مع أي تغييرات تدخل حيث التنفيذ في التصنيف الأخير تصدرت ليابان دول العالم لأفضل جوازات السفر إذ يستطيع مواطنوها الوصول إلى مائة وثلاثة وتسعين وجهة سواء بدون تأشيرة أو باستخدام تأشيرة عند الوصول أما الجواز الإماراتي فقد حل الأول عربيا والخامس عالميا ويمكن لحامليه دخول مائة وثمانية وسبعين دولة دون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة عند الوصول ويضع التصنيف قطر في المرتبة الثانية عربيا والخامسة والخمسين عالميا أما السعودية فقد حلت خامسا عربيا وفي المرتبة الخامسة والستين على مستوى العالم ليتمكن حملته من بلوغ 82 وجهة بسهولة ورغم سوء المكان التي يحظى بها الجواز العراقي لكن ذلك بات أمرا معتادا لدى العراقيين الذين أصبحوا حصولهم على فيزا سياحية لزيارة دول العالم أمرا صعب المنال اشتركوا في القناة